قالت منظمة سي ووتش الألمانية للإغاثة يوم الجمعة إنها أنقذت 65 مهاجراً من زورق مطاطي على بعد 30 ميلاً بحرياً قبال تساحل ليبيا قبل يومين. وفي مقطع فيديو نشرته المنظمة يظهر مهاجرون بينهم أطفال صغار يرتدون سطرات النجاة على زورق مزدحم أثناء نقلهم إلى سفينة الإنقاذ سي ووتش ثلاثة. وقالت المنظمة الخيرية الألمانية في بيان مكتوب إن السفينة التي تحمل العلم الهولندي تبقى عالقة في البحر مرة أخرى دون أن توفر لها السلطات المعنية ميناء آمناً ترسو فيه. ويعد الساحل الغربي لليبيا نقطة رئيسية يغادر منها المهاجرون الأفارقة الذين يأملون في الوصول إلى أوروبا عن طريق دفع أموال لمهرب البشر.